أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تمتلك تجربة لتحويل المحنة إلى منحة لافتا إلى أن الدولة خرجت من عام 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة للإرهاب أضاف رئيس السيسي أن الأزمات توفر فرصا حقيقية لنجاح حقيقي بمحاولة إيجاد حلول لها عنوان الجلسة عنوان مهمة أوي وإحنا في مصر لنا تجربة لنا تجربة في طرح الأزمة وإزاي الأزمة ممكن تتحول إلى أو المحنة تتحول لمنحة وأنا حقول تلات أربعة مثلة لو سمعتولي على تجربتنا هنا في مصر في هذا المجال أبدأ في القطاع الصحي على سبيل المثال إحنا كان عندنا يعني إحنا خرجنا من 2011 بظرف اقتصادي صعب وحالة عدم استقرار أمني نتيجة التطرف والإرهاب والبلد كانت في حالة فوضى يعني وبالتالي التحيات والتحديات التي كانت موجودة والأزمات التي كانت موجودة ساعتها أي حد كان يشوفها في الوقت ده يحس إن ما يعني إنها مفيش حل يعني مفيش حل لكن الحقيقة الأمر مش كده وأنا بتطفق مع كل المتحدثين على إن الأزمات بتوفر فرص حقيقية ونجاح حقيقي بتحديها ومحاولة إيجاد حلول لها وإحنا اعتنقنا مبدئين أو استراتيجيتين مهمتين جداً في الموضوع ده إحنا مزاجنا مزاجنا بين الحلول المتوازية والمتكاملة والمتدخلة ده كانت أحد العناصر أو أحد الاستراتيجيات اللي إحنا كدولة حرصنا على إن إحنا نتعامل بها عشان لما نتعامل مع موضوع يكون لي تأثير على كثير من الموضوعات الأخرى